نظام تعليمي الحالي لا علاقة لكي نكون واضحين وواقعين أن نظام تعليمي الحالي لا علاقة وهذا شيء غير في المغرب لماذا؟ حيث بكل بساطة نسبة كبيرة من المواد التي يقررونها غالباً ولا تتوفرة في الإنترنت وبالشكل الذي يكون في الكثير من المرات لا تذهب بطريقة أحسن وأبسط وتستطيع التعلمها في وقت أكثر بكثير من الوقت الذي تستطيع التدوز في المدرسة لكي تتعلم هذه المادة وزيد على هذا الشيء كله وقع هذا المواد التي يقررونها في المدرسة تقريباً ما صالحه له حيث بكل بساطة تطور تكنولوجيا السريع الذي نعيشه يتنبأ بأن هذه المهارات وهذه المعارف التي تعلمناها في المدرسة غالباً البرامج الذكية والروبوتات ستأخذ الخدامية والوظائف المرتبطة بها ومع ذلك الأنظمة ما زال هي هي والأجيال الجديدة ما زال يقررهم نفس البرامج التعليمية التي قررناها والتي قررواها جددنا وهذا يقولون أهم الحوايج التي تتعلمهم في الحياة غالباً مستخدمتهم في المدرسة لها كنت تسأل لماذا هذه الحوايج التي تقرروا بها ويقرروا بها وتعبير الآخر إذا كانوا يقررونه على التاريخ وفيزياء والجغرافية ومواد أخرى لماذا لا يقررونه كذلك على التقافة المالية العلاقات الاجتماعية التربية الجنسية وأخذ يجب في الحلقة اليوم سوف نستطيعوه على الحوايج المستخدمة التي تقرروا في المدرسة كنا سنكون أحسن يلا على بركة الله أول شيء وهي التربية المالية وكالقصد بالتربية المالية كيف تستطيع تصرف الفلوسك بطريقة المعقولة وكيف تستطيع توفر الدول وكيف تستطيع تفكر في تقاعدك وانت ما زال في أمريك سنة لماذا هذا النوع التربية مهم؟ لأنه ستستطيع تعاونك لكي تجد بحياتك القدام بطريقة مضبوطة وكيف قلت في الأول هذا المسألة سيكون في العالم الغربي فمثلا في أمريكا المتوسط للعائلات الأمريكية لديهم ديون تصل إلى 15 ألف دولار وكثر من 30% الأمريكيين من موفرين والوء لتقاعدهم لهذا سيدنا هذا الجهل أو الأمية المالية من أخطر وأصعب المشاكل التي توجهنا حيث أخي بحاجة تقدر تشوفها في المجتمع اليوم هي تشوف ناس أنهم لا يتصرفوا بطريقة معقولة في المصاريف ويشارعوا حويج وخمعة محتاجين ويتحفوا وضعيات صعبة بحل المراد بحل التقاعد وزيد وزيد وفي هذه الحالة لا يتصرفوا على رأسهم الثاني شيء وهي العلاقات الاجتماعية كما تعرفون يقولون علينا الفلاسفة نحن حيوانات اجتماعية بطبعنا يعني التواصل بيننا من الحويج الأساسية في حياتنا وهذا التواصل من الحويج التي يجب أن تقرأ في المدرسة ولكن بطريقة أحسن و لماذا نقول التواصل؟ كذلك كيف يجب أن تتعبر على رأسك تعبر على أحاسيسك بلا تتعرض للنقد أو التنمر وهذه المسألة كلنا عشناها لدرجة تجنب أنك تهضر وتكشف على المشاعر وهذه المسألة تشمل كذلك المواضيع التي تعتبر طبوهات أو ممنوعات في الحياة العامة مثل الجنس مثلا وهذا النوع التواصل أو التعبير عن الأحاسيس إذا لم تتعلمناه في المدرسة فكي خلق لنا مشاكل كبيرة من بعد فعلاقاتنا التي نعيش مع الناس التي نعرفوهم مثل والدينا، أخوتنا، أصحابنا، وأزواجنا من بعد وهذا النوع التربية إذا كنت تقرأ في المدارس سيخلق لنا أجيال للعلاقات الاجتماعية ديالها مبنية على أساس صحيحة ثالث حاجة وهي الوعي الداتي وهو بكل بساطة القدرة على أنك تقولي تفكر في ذلك ما الذي تفكر فيه وتحس بذلك ما الذي تحس به ويكون عندك رأيه في الآراء ديالك مثلا إذا قلت أنا ما عنديش مع الخالجيين فخصك تسوي رأسك على لماذا ما عندك معهم وش حيش شي خالجي تتعابل معك خيب ولا أسمعتي الوسط اللي انت عايش فيه يحضروا خيب على الخالجيين وزيدوا وزيد من الأسباب وبذلك أخذتي موقف وهذه التساؤلات التي ستطرح على رأسك بخصوص الأشياء التي أنت واخذ عليها موقف هي التي نسميها الوعي الداتي وبالتالي لأسف لا يعطي لرأسه فرصة لكي يمارس هذا النوع للتمرين الوعي الداتي وهذا سيادنا ممكن حتى هو يتقرر في المدارس بحلو بحل أي مادة وبه كلنا سنربيع رأسنا على هذا الملكة أو القدرة على مسؤالات الأفكار والأراء دينا وتقوا بيه اللي قلت لكم أن هذا الوعي الداتي ممكن يبدل حياتكم الأحسن وكتولي تشوف حياتك وأفكارك من واحد المنظور مختلفة كما تعرفوا الحاجة اللي كتبقى معك من الأول حتى النهارك تموت وهو العقل أو الدماغ ديالك عليها من ضروري نستمروا وقتنا وطاقتنا باش نفهموا العقل مزيان ونطوروا منه حيث الصراحة كيأثر على كل شيء في حياتنا فتقدر تكون من النوع اللي كيتعصب ولا من النوع اللي كيحكم على الناس دغية ولا من النوع اللي كيشد في خاطره دغية عليها خاسنا نخدمو على الوعي الداتي دينا باش الحالات اللي كنعيشوها نقدروه نحسنو منها رابع حاجة وهي الشك اللي خاسكم تعرفوا أن قاعدك شلي كنعرفوها أو كنأمنو به ماشي من الضروري صحيح مية في المئة بحل مادة التاريخ مثلا اللي عامره أحداث ولكن من النادير فاش كيقولو لك را ممكن هذه الأحداث التي تقرؤوا ماشي صحيحة مية في المئة كيف قال ديكارت وهو فيلسوف فرنسي أنا أشك إذا أنا أفكر إذا أنا موجود وبيني وبينكم حتى هذه المقولة ماشي مية في المئة هو اللي قالها لكن على كل حال هذه المسألة هي اللي غدي تخليك تقلب وتجرب حوايج وأفكار وتجارب جديدة وبذلك غدي تتعلم الشك هو اللي غدي تخليك شخص متواضع الشك هو اللي غي تخليك ما تحكمش على الناس من أول نظرة وتاخد عليهم مواقف مسبقة حيث غالبا أخياء بالحاجات اللي كيقعوا في الحياة كيجيهم من الثقة أو اليقين المطلق فمثلا الحالات ديال التطرف سواء الديني أو السياسي أو غيره كيجي بالأساس من الثقة العمياء لهذا الشك ضروري حتى هو يتقرر في المدارس حيث هو اللي كيربي فينا الإمكانية على الانفتاح على أراء وأفكار جديدة وبهذا الشك كان عاونوا رأسنا باش ما نحكموش ولا باش ما نسرعوش في الحكم مع الناس سيدنا الموضوع ديالنا سعلى كانت منيك ونعجبكم وهذا الشي اللي كان موسيقى 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 موسيقى